يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً له لمتابعة آلية التنسيق مع الحكومة الجديدة لتنفيذ توصيات الحوار كان المنسق العام للحوار الوطني دياء راشوان قد أوضح أن مجلس الأمناء سيجتمع لكي يعود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معه فيما تم تنفيذه من توصيات للحوار الوطني خلال مراحله السابقة وفي هذا الإطار سيكون من بين أبرز التوصيات المطالب التي تنفذ بشكل عاجل ومشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتي ستحل بعد نحو عام تقريباً وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد